نفتح نقاشاً في هذا الموضوع مع ضيفينا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هيدسون سيد بيتشارد وايتس ومن القاهرة المحلل السياسي الفلسطيني السيد أحمد زكار نأهلاً بكما معنا عبر شاشة الغد أبدأ معك سيد وايتس لماذا هذه الحرب على الأنروا؟ دعنا نكون واضحين نحن الآن لدينا توقيف مؤقت للمساعدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأخرى الموضوع مختلف عن التوقيف الكامل للدعم والتمويل للأنروا ما الفرق سيد وايتس بين وقف مؤقت ووقف التمويل للأنروا في ظل هذه الحرب ما المختلف؟ حكومة بايدن كانت دائماً ما تريد أن تمول أنروا ولكن قد قامت بتوقيف هذا التمويل مؤقتاً إلى أن تبحث في المزاعمة الإسرائيلية الموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الأموال للأنروا والأنروا تعطي هذا المال لبعض العاملين المتواطئين في الأعمليات الإرهابية وهذا يعني أن الولايات المتحدة تمول الإرهاب لذا رأت أنها عليها أن تتوقف من أجل بحث هذه المزاعم ومن ثم تعيد نظرها إما ستستكمل هذا التمويل أم لا ولكن سيد وايتس ما لو نظرنا إلى الحاجة الآن لسكان قطاع غزة على وجه التحديد وهذه المنطقة هي إحدى المناطق الخمس التي تعمل بها وكالت غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا لماذا قامت هذه الدول ومن بينها الولايات المتحدة بأخذ كلام إسرائيل والمزاعم كما أشرت بأنه هو الواقع وهو الحقيقة لماذا لم تتقذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة لإيصال الدعم المطلوب بالتزامن تفتح تحقيقا في هذه المزاعم الإسرائيلية صحيح هناك بالفعل تحقيق أن يقومون به وأيضا الأشخاص المتواطئون في مثل هذه الأعمال الإرهابية يتم التعرف عليهم من قبل الأنروا ومن ثم طردهم من المنظمة وعلمنا أن منذ أيام قليلة ماضية أن محكمة العدل الدولية قد قالت أن علينا أن نقوم بتمرير مزيد من المساعدات الإنسانية لغازة وهذا يعني أن التوقيف في هذا التمويل الآن ليس توقيف طويل المدى ولكن التمويل قد تم إعطائه بالفعل الأنروا وطويل الفترة الماضية وأعتقد أنهم سيعدون استكمال هذا التمويل لاحقا ولكن هذا التوقيف كان فقط قصير الأمد إلى أن ينظروا في هذه المزاعم ابقى معنا سيد وايتس سيد زكارنا ما رأيكم فيما تحدث به السيد وايتس ووجهة النظر من قبل الدول التي أوقفت تمويل الأنروا بسبب المزاعم الإسرائيلية مساء خير عليك أخي حازم على مشاهدينك الأكارم يعني القاعدة الاستعمارية المعمول بها منذ بداية هذه الألفية من ليس معي فهو ضدي على هذه القاعدة حينما لا تمارس أو لا يمارس موظفي الأنروا وما يريده الإسرائيليين أو ما تريده المخططات الإسرائيلية فهو بكل تأكيد هو ضدها أضف على ذلك هناك سببان أساسيا الأول أن النروا هو يذكر العالم بأجمعه بملف العودة وبالتالي هو يهتم باللاجئين فملف العودة بهذا المعنى لا يجب أن يكون حاضرا في مثل هذا الوقت ويبدو لي في السبب الثاني بالتوقيت بموضوعة التوقيت بما يرتبط بقرار محكمة العد العليا إن كنتم أو كانت الجبهة الفلسطينية والعربية وجنوب أفريقيا وإلى آخره قد ربحت مساحة ما على المستوى القانوني فنحن نستطيع أن نؤذي في مستويات أخرى لها علاقة بالمستوى الإنساني ولأن الأنروا هي الذراع العملي الذي يمكنه أن يفيد الناس كما قررت محكمة العدل الدولية في ضمن القرار إيصال المساعدات كيف لها أن تصل دون المؤسسات الدولية وإحدى هذه وأهم هذه المؤسسات هي الأنروا وبالتالي هذه لعبة سياسية مكشوفة وبغيضة وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهدفت وليس فقط الإسرائيلية ولكن مع الحلفاء الغربين وعلى رأسه من الولايات المتحدة الأمريكية استهدفوا تقليص المساعدات والميزانيات التي تخص هذه المؤسسة منذ عبد من الزمن وليس في هذه الجولة من العدوان وبالتالي الأمر متصل بما يحدث وليس منفصلا ولا بالمطلق بما يحدث وكل المزاعم الإسرائيلية هي لمجرد أن تجد أو تضع أسباب أمام الرأي العام العالمي وأمام الدبلوماسية الدولية في المنظومة الدولية سيد زكارنا حتى نكون أكثر تفصيلا فيما تقول يعني هل ما جرى ضمن خطة في سياق متصل ليس الأمر يتعلق بالحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لاحظنا هناك تقليص لموازنة الأونر وخلال السنوات الماضية الاقتصار على تقديم بعض الخدمات من خلال الخدمات التي كنا نتابعها منذ النكبة حتى السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا كذلك في مناطق الوكالة الخمس هل باعتقادك اليوم هناك قرار من قبل الولايات المتحدة مثلا وبعض الدول التي تدعم إسرائيل بإنهاء عمل الوكالة في مناطق الأونر والخامس طبعا هناك عملية استهداف لتصفية الوكالة وتصفية عمل الوكالة لأسباب متعددة لها علاقة بمحاولة التهجير وهذا يدلل على أن هناك نية للتهجير من قبل الإسرائيليين وبدعم أمريكي وأوروبي هم يريدون تصفية هذه المؤسسة منذ سنوات وكما أشرت تقليص ما لديها من أموال ومن تقديم للخدمات في المناطق الخمس المعمول بها مع اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي في هذه اللحظة الفاصلة والحاسمة يدلل على أن هذا المشروع حاضر والمشروع مرتبط بموضوعة التهجير طالما أن الفلسطيني سيخرج عن الجغرافيا الفلسطينية وربما يتم التجهيز لإخراجه من كامل الجغرافيا العربية فيصبح للأنروة لا لزمة ولا حدود يعني لا ما بيلزم حدود وجودها وبالتالي ووجودها يذكر العالم أن هناك حق وهناك خط فاصل يسمى ومفترض واقع في المفاوضات يسمى حق العودة هذا كان ضمن اتفاقيات ابقى معنا سيد زكارنة وضحت الفكرة سيد وايتس سيد زكارنة يتحدث عن محاولات إذن لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروة وما جرى اليوم من وقف تمويل مؤقت من قبل بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هو ربما مقدمة لما هو مقبل على هذا الصعيد كيف ترد؟ أنه صحيح أن حكومة نيتنياهو تريد أن تنهي عمل الأنروة وفي الماضي الحكومة الأمريكية قد حاولت أن تقوم بنفس الشيء ولكن السياسة الأمريكية الحالية تقول أن عليهم أن يدعموا الأنروة في إصال الدعم للشعب الفلسطيني لذا لا أعتقد أن حكومة بايدن تريد إيذاء الأنروة ولكن هم فقط يريدون أن يمنعوا هذه المزاعم من أن تتفاقم وأن يوجد هناك أي تصعيدات عن طريق هذا الصدد لهذا قد رأوا أنهم عليهم أن يقوموا بوقف هذا التمويل فترة ما من أجل البحث في هذه المزاعم ومن ثم استكمال التمويل ولكن سيد وايتس الأذى وقع فعلا يعني وقف التمويل المؤقت اليوم في ظل هذه الحرب عليه ربما الكثير من علامات الاستفهام كما أشارت ربما بعض القيادات الفلسطينية في هذا الإطار والتحذير من أنه المجاعة مقبلة مع نقص التمويل الخاص بالأنروة الذي هو أصلاً لا يكفي لسكان القطاع والحاجة الماسة في هذه اللحظات إذن الأذى وقع الولايات المتحدة والدول الأخرى شريك اليوم في حرب التجويع كما يقول بعض الفلسطينيين هم قد قاموا بتوقيف هذا التمويل وهذا يمكن أن يكون صحيح إذا ما قد قاموا بوقف المساعدات الإنسانية لوقت طويل أعتقد أن القطة هي أنهم سيقومون باستكمال الدعم المقدم للشعب الفلسطيني سريعاً لأنهم يدركون الاحتياج الكثيف لهذه المساعدات من قبل الشعب الفلسطيني وإن ما حدث ذلك الأمور ستزداد سوءاً سيد زكرنا أنتقل لك فيما ذكر وسيد وايتس هذه الدول لم توقف التمويل بشكل كامل هي فترة مؤقتة هناك تحقيقات في المزاعم الإسرائيلية ومن ثم سيتم العودة مجدداً إلى تمويل الأونروا ما رأيك؟ هذا كلام لا علاقة له لا بالعمل السياسي ولا بأرض الواقع لسبب أساسي وبسيط أنه حتى لو كانت هناك بعض المزاعم يجب الفصل ما بين مصارين أساسيين المصار الأمني والسياسي والمصار الإنساني هذه المؤسسة مؤسسة إنسانية بالأساس وبالتالي لا يجب أن يتم إيقاف العمل بفروعها ولكن يمكن أن يتم التحقيق والعمل جار وبالتالي هذا يقول بأن الهدف الرئيسي هو استهداف هذه المؤسسة هذه من جهة من جهة ثانية يبدو لي أيضا أنه يعني سبب آخر لربما تكون هناك محاولة للتعمية وللإلهاء بعيدا عن أيضا ما تورطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغربيين في قضية المحكمة العدل العليا لسبب أساسي أن هذه المحكمة بالحكم التي قالت أو نطقت به تورط كل من دعم وخطط وساند حتى ولو بالتصريح هذه الإبادة التي تمت في قطاع غزة وكل من سلح ونعلم جميعا أن الولايات المتحدة بهذا المعنى هي شريك فعلي في هذه الإبادة بريطانيا هي شريك فعلي في هذه الإبادة كل هذه الدول التي تحاول اليوم أن تلفت الأنظار باتجاهات أخرى لا علاقة بالبعد الإنساني هذا يقول بأنها متورطة وشريكة في استهداف سواء الشعب الفلسطيني أو المؤسسات المساعدة للشعب الفلسطيني أضف على ذلك أن هذه الطريقة هي تقطع الطريق على ما كررته المحكمة العدل العليا بأن هناك مساعدات يجب أن تصل كيف لها أن تصل دون هذه المؤسسات الإنسانية أن تعمل حينما تعطلها سواء لمدة شهر شهرين أي بغض النظر عن المدة كيف للمساعدات أن تستكمل إيصالها لمحتاجينها من الشعب الفلسطيني وبالتالي الاستهداف واضح ومحاولة الخلط ما بين البعد الأمني والسياسي من جهة والبعد الإنساني هذا لا يمت لا للواقع ولا للقانون الدولي بأي صلاة كانت تمام سيد زكارنا في ضوء ما تذكر القياد الفلسطيني محمد دحلان قال أن تعليق تمويل الأنروا يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية وأنه يستهدف معاقبة الوكالة والمفوض العام للأنروا بسبب موقفهم من العدوان على قطاع غزة هل بالفعل هناك من يريد معاقبة الأنروا أخي حازم لاحظ معي بأن رئيس محكمة العدل الدولية أو رئيسة المحكمة هي أمريكية الجنسية ولكن القرارات التي صدرت عن المحكمة كانت جاية كاملة التصويت بمعنى بأنه ليس تصويتا نسبيا ولكنه كان تصويت كامل خمستاشر مقابل اثنين يعني يمكن قرار واحد كان اربعتاشر مقابل اثنين هذا يعني أن المحكمة حاولت أن تنقذ المنظومة الدولية برمتها بهذا القرار القانوني الإنساني وهذا يقول بأن هناك عدد كبير بين أنظمة دول أوروبا متورطة في هذه الحرب وتحاول أن تلفت النظر بعيدا عن القضية الأساسية الهدف الذي استهدفوه هذه المرة هو هدف إنساني وهذا يقول بأنهم شرقاء فعليين وفعلا وصمت عار ليس فقط في جبين المنظومة الدولية ولكن في جبين الأسرة الدولية برماتها من شعوب قبل الأنظمة حينما تقبل حتى الشعوب أن تمول حرب إبادة وتقبل في نفس الوقت أن تقف المساعدات للوصول إلى الشعب المستهدف من الإبادة هذه وصمة عار ستسجل في التاريخ ولا ينحوها ولن ينحوها أي تصرف حتى لو أصبح هذا التصرف بعد ساعة من هذا القرار لأن اتخاذ القرار بحد ذاته يعني عملية المشاركة في الاستهداف المباشر والواضح والصريح والمعلن ابقى معنا سيد زكارينر سيد وايتس أنتقل لك بما يذكر الآن في سياق هذا النقاش لكن لماذا لم تتحرك الولايات المتحدة وهذه الدول التي علقت المساعدات والتمويل للأنر وعندما كانت تستهدف إسرائيل مباني الأمم المتحدة ومقار تابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في قطاع غزة والسهداف أيضا مباشر للذين يعملون تحت سقف ومظلة هذه المنظمة الأممية إضافة إلى السهداف النازحين الذين لجأوا إلى تلك الهيئات لماذا لم يتم التحرك من قبل هذه الدول لوقف النزيف المستمر والاستهداف لهذه المؤسسات في الواقع هذه الدول كانوا دائما ما يحاولون أن يتجنبوا فكرة الانتقاد العلني لإسرائيل ولكن كانوا أيضا ينتقدون السياسات الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة طيب هذه السياسة التي كانت تتبع سيد وايتس من قبل هذه الدول التي بادرت اليوم بتعليق المساعدات بشكل أكثر وضوحا لماذا لم تتخذ القرار بإدانة إسرائيل للسهداف المؤسسات الأممية يبدو أنه فقدنا التواصل مع ضيفنا سيد ريتشارد وايتس ضيتنا من واشنطن على أية حال أذهب إلى السيد زكارنا سيد زكارنا تبعت ما قاله السيد وايتس قبل قليل وكانت الإجابة مقتضة بشكل كبير جدا فيما يتعلق باستهداف إسرائيل لهذه الهيئات التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة في قطاع غزة والاستهداف المباشر لها وللموظفين كذلك وللنازحين تحت عباءتها كيف فنقرأ ذلك في ضوء هذا القرار الذي اتخذ اليوم من قبل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بعض الدول تعليق المساعدات للإنروا مرة أخرى أخي حازم هؤلاء شركاء في الدم الفلسطيني وفي إراقة هذا الدم الفلسطيني شركاء في ضرب معاني الديمقراطية والحرية والإنسانية حول العالم شركاء في كل ما يحدث في الشرق الأوسط وليس فقط في فلسطين وبالتالي حينما ينتقدون أو يتخذون أي من المواقف ضد إسرائيل فهم يتخذون مواقف ضد أنفسهم وبالتالي لا يوجد أحد يعني يقبل أن يأخذ موقف ضد نفسه وبالتالي هذه الدول هي شريكة هذه الدول في دائرة الاتهام وفي قفص الاتهام ولا معنى لأي حديث يمكن أن يطلقوه حول الحرية أو الديمقراطية ما معنى الحرية حينما لا يتطمن حرية البشر في أي بقعة من بقاع الأرض ما معنى الديمقراطية ما معنى الإنسانية حينما توقف هذه الدول أو تقف حائلة دون العمل الإنساني ما معنى فكرة أن تكون هناك منظمة منظومة دولية تعمل في كل بقعة من بقاع الأرض وحينما تتعارض المصالح هنا أو هناك فتقف يقف الدعم عن هذه المنظومة هذه يعني قيم بالأساس تعمل ضدها المنظومة الاستعمارية ولا أقول فقط هذه الدول ولا أقول فقط بدولة إسرائيل كل من يدعم هذه الدولة المارقة التي قالت عنها المحكمة العدل الدولي أنها تمارس الإبادة الجمعية ووضعت في قفص الاتهام على العلم بأنها أحد الشركاء المؤسسين لهذه المحكمة هذا يقول بأن ما فعلته وما أقدمت عليه جنوب أفريقيا وهذه المحكمة سيشكل فاصل تاريخي مهم وضروري في هذه المرحلة وما هو قادم من هذه المرحلة لن تكون ولن تعود إسرائيل كما كانت فوق القانون ولن يعود الميزان هو ميزان سياسي لأن الرأي العام أيضا الأوروبي والغربي بدأ يفهم بأن هناك يعني منظومة دولية تدير العالم الصهيونية العالمية مع بعض الحلفاء الغربيين يديرون العالم وفق مصالحهم الخاصة والاقتصادية والسياسية كيف تقيم الرد الفلسطيني على هذه الخطوة يعني الفلسطيني المنظومة الفلسطينية السياسية تعمل في أشق الدبلوماسي والسياسي ولا تمتلك الكثير من الأدوات ولكن هي تحاول أن تظهر ما تقوم به دولة الاحتلال بدعم أمريكي وأوروبي وتحاول أن تشتبك على المستوى القانوني والدبلوماسي أكثر من ذلك لا أظن أنها تستطيع ولكن هناك واجب على المجموعة العربية أن تلعب دورا في هذا الأمر لأن الأمور لا تقف على المستوى الفلسطيني هناك مصر على سبيل المثال وكل الدول التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة الذراع التنفيذي لهذه المساعدات لإيصال هذه المساعدات هي الأنروة وبالتالي حينما تستهدف الأنروة فيستهدف هذا الذراع التنفيذي وبالتالي هذه الدول يجب عليها أن تتخذ موقف واضح وصريح وجامعة الدول العربية أن تتخذ موقف واضح وصريح في مقابل أو في مواجهة هذا الموقف لأن هذا الموقف في هذا التوقيت بالذات يعني محاولة عرقلة قرارات محكمة العدل الدولية. بخلاف الكرارات السياسية التي تتهم إسرائيل بأنها تقوم بحرب إبادة بإيصال المساعدات. هذا يستهدف هذا الشك من القرار. وبالتالي على المجموعة العربية أن تتحرك في هذا الاتجاه. وإن لم تتحرك أو إن لم يرد عليها أو يستمع إليها أو تستمع إليها المنظومة الدولية. عليها أن تجد المؤسسة الفاعلة الأخرى التي يمكنها أن تقوم بهذا الفعل. لأنه لا يصح ولا يستقيم. بهذا الوقت أن نترك الناس في العراء. بلا مأوى. بلا أكل. بلا شرب. بلا أي مقاومات للحياة. وبالتالي على المجموعة العربية مسئولية كبيرة. لا يمكن أن تقفز أو تتخطاها. وكذلك المنظومة السياسية الفلسطينية. أو بمساعدة أو بمساهمة أو بمشاركة المنظومة السياسية الفلسطينية. على المستوى الدبلوماسي والعملياتي هناك فعل يجب أن تقوم به المجموعة العربية بمشاركة المؤسسة الفلسطينية الرسمية. أشكرك جزيل الشكر. وللتنوية فقط كان المفترض أن يكون معنا من غزة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل لاجئنا الفلسطينيين أونر وسيد عدنان أبو حسنة. ولكننا لم نستطع الوصول إليه منذ بداية هذه التغطية. ونحن نحاول بسبب ربما الأزمة في الاتصالات مع غزة. أشكرك جزيل الشكر على أي حال أحمد زكارنا المحلن السياسي الفلسطيني. كنت معنا القاهرة. وأيضا كان معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هيدسون سيد ريتشارد وايتس. شكرا جزيلا لكما.